ابو يعب سند يا ماما المرشح الرئاسي السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية المعلم ده عمل اقتراح لازيز او كده هنقدر نوفر من خلاله خمسة مليار دولار شهريا قالك ايه بقى قالك لو احنا اخدنا من السادة الا اه قال لو احنا اخدنا من المصريين اللي في الخارج عشرين في المية بس من مرتباتهم هنوفر خمسة مليار دولار كل شهر الله ما صلى عنا بك كلام مصبوط عشرة مليون بناء ادم شغالين برا لو اخدنا من كل واحدة خمسمائة دولار فعلا هنعمل خمسة مليار بس من غير ما اخذ يا باشا هو اديك الخمسمائة اه دولار اول عشرين في المية بس مقابل ايه ده انت مسففه التراب قطع عنه التموين والسلعة التموينية مفيش بطاقة تموينية مخلي بيع بيته وسيغته وسيغة امه وسيغة اهله وراهن شايته ولا راهن بيته ورايح قرده ومستيلف عشان خطر يهرب بس من البلد وروح يشتغل برا فهو يا معلم هيبعت لك الفلوس ده مقابل ايه ده انت مطلع عنه فهو اي كلام بتقوله يا معلم خلاص انت انت ليه معلم انت كبير يعني انت عم عبسانة ده انت كبير انت صغير على سنك كبير وبعدين انت خلاص جاي تعرض على كبر وبعدين انت جاي تعرض امتى يا معلم ما خلاص داخل سوق التعريق دلوقتي ما خلاص يا معلم ما هم لموا الفرش ما بقاش في حد في السوق ده خلص بقى خلاص فاحترم سنك احترم سنك عشان الناس تحترمك مثلا منهينك يقولين كرامتك عيب انت مش خدت المتين جنيه بتوع الانتخابات من قصر رياسة عايزي تاني يا احمد ربنا بقى ايه يعني ايه وموت مستوى